بس الحقيقة يعني يا سهيام خليني وكلمي أستاذة المشاهدين على موضوع يمكن نتأخر شوية يمكن من خلال مباراة الأهلي والمريخ خلينا نتكلم أن كل واحد في عملية يسمعها عملية التخصص التخصص على مستوى كل شغل في العالم التخصص مفيد جدا واحترافي جدا يعني نتكلم على حكم مهمته في الملعب معروفة لاعب مهمته في الملعب معروفة مدرب مدير فني كل الأنظمة دا كمان على مستوى التعليق على المستوى التعليق لازم يكون كمان فيه فريم فيه حدود لمستوى التعليق أنت بتعلق حضرتك على مباراة بتتكلم عليها من خلال المشاهد اللي بتشوفها بتتكلم جزء ممكن تتكلم فني بتعلق على مشاهد فنية داخل المباراة فريقين بيلعبه بعض لكن بعض المعلقين للأسف والمسمين المعلقين القبار أنك تخش في إخناقة مع لعيب عمل شوح لزميله أو مشوح دا مش مشكلة حضرتك اللعيب اللي بتكلم يعني حضرتك لو كنت لعبتك ورق قبل كده عارف أن الحاجات دا بتحصل في التمرين وأنا بشدي مع زميلي ولعيب متحمس لكن يجي التعليق أنك بتقول لا أنت لو عملت كده لا أنا هفتح لك القديم والجديد الإسلوب غريب جدا وإسلوب أعتقد لا يمثل الاحترافية بصر وبعد كده لعيب النادي الأهلي لا لعيب النادي الأهلي مش لعيب صغير لعيب النادي الأهلي عنده إدارة محترمة مكبت سيد عبد الحفيز بيعمل إيه مدير الكرة وأحسن مدير كرة في مصر بيعمل إيه لما حضرتك هتقيم أو هتقوم سلوك لعب أما الإدارتنا بتعمل إيه أما الجمهورنا بيعمل إيه لو لعيب في الملعب النادي الأهلي شايف أنه خرج عن الحدود أول واحد هتلاقي كابت سيد عبد الحفيز والمدير الفني هو اللي بيقول وإنك بتقول أن أنا بقايم اللعيب وقايمه اللي صالحه الكلام دوت خارج نتاغ خدمة حضرتك أن أنت معلق على مباراة أنت بتقول مباراة على المستوى التعليق لكن التعهد والتوعد لهذا اللعب أصلا وعملت بعد كده لا أنا هفتح لك الدفاة القديمة إزاي معلق محترم عنده خبرات كبيرة جدا جدا في الإعلام يقول هذا الكلام وإحنا هنا في قناة النادي الأهلي بندفع على لعبتنا بندفع على أي حد ينتمي لكيان النادي الأهلي وحضرتك كده ما بتغلطش في كهرباء لا ده حضرتك بتغلط في الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بتتكلم على مجلس إدارة بتتكلم على مدير فني بتتكلم على جماهير فخلينا نتكلم باحترافية اللي بيقيم لعبة النادي الأهلي بيقيم سلوكهم بيقيم أداءهم بيقيم تغييراتهم هو المسؤول عندها المدير الفني كابتن سيد عبد الحفيز مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيف فأرجو من الناس أنها تحترف بمعنى اللغة أنت مزيع رائع ومحلل رائع ولكن على مستوى التعليق لازم تكون في هذا الإطار وخاصة مع أبناء النادي الأهلي لأن في مواقف قبل كده أو بعدها في مواقف بعد كده مع نادي آخر المعايير اتغيرت فأرجو أن احنا هنا بندفع لعبتنا لما بيكون في حاجة غلط لازم نقف في ظهر لعبتنا ولو كهرباء غلط وخلي بالك الحاجات دي بتحصل في التمرين كلم عمر السلية عمر السلية راح منرفزه ورح عمل كده دي نارفزة ملعب ودي حرقة النادي الأهلي كل واحد عايزة يبقى كويس كهرباء نفسه يقدم أحسن حاجة عمر السلية شاف أن كهرباء لازم كهرباء تعمل كده هي دي روح النادي الأهلي لجوه الملعب بعد المباراة وحتلاقي بيبوسوا بعض والموضوع انتهى ولو في أي حاجة ما بتحصلش وبعد كده في مدير كهورة بيقيم وفي مدير فني بيقيم وفي مجلس إدارة بيبوس فأرجو الموضوع يعني ما ياخدش أكبر من حجم وإحنا بنتكلم لمصلحة لعبتنا بنتكلم كمان للصالح العام الراجل اللي بيعلق على المباراة خليه في الجزء الاحترافي اللي هو عارفه كويس التعليق بالنقط الحلوة بالهزار الحلو كل ده مقبول لكن على مستوى لعبتنا لا لعبة النادي الأهلي خط أحمر طيب